أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنظر قوما ما أنظر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواب عليهم أأنذرتهم أم لم تنظر لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونأتب ما قدموا وآخرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرر لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن آتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنعجمنكم ولا يوصلنكم مننا عذاب أليم قالوا قائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردن الرحمن بظر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتكم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قول يا ليت قومي علمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعد من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا أم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الضرون أهنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لنا جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيي لها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جهنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الريون ليأكلوا من ثمري وما عملت ويديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقرر إلا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل صابق النهار وكل فيه فلن يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذبرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرطهم فلا صريخ لهم ولا ينبغون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعم من لو يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا وحضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكهون هم أزراجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولنما يدعون سلاما قولا من رب الرحيم سلاما قولا من رب الرحيم سلاما قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألا عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدد مبين وأنا عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلن تكون تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تدفرون اليوم نختم على أخوانهم وتتلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يردلون ومن نعمر من الكسف في الخلق فلا يعدلون وما علمناه الشعر وما ينبضي لنا إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينظر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولا يروننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذلل لها لننف منها ركوبهم ومنها يأكلون وللن فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا لعلم ما يسررون وما يعلنون أولا يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيل مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام ونيرمين قل يحنيها الذي أراشها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهكم فيكون فسبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانهم والنتم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغو في الميزان وأقيم المزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربك ما تكذبان خلق الإنسان من صلصون كالفغفار خلق الإنسان من مارد من النار فبأي آلاء ربك ما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برسخ لا يبغيان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يخرج منهما النؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان وله جوال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربك ما تكذبان وله جوال المنشآت في البحر كل من عليها فار ويا يا وجد ربك الجلال والإكرام فبأي آلاء ربك ما تكذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم وفي شعر فبأي آلاء ربك ما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يا عشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تتنفذون إلا بالسلطان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يرسلوا عليكم شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربك ما تكذبان فإذا شغت السماء فكانت وردتاً كددان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يرسلوا عليكم شواغ من نار ونحاس فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجربون يطوفون بينها وبين حميم آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ولمن خوف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ذواتها أخنان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ولمن خوف مقام ربك ما تكذبان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَكِئِنَ عَلَى فُرُشِخٍ بَقَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبَرَقٍ وَجَنَةَيْتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِ النَّقَازِرَةُ الطُّرْفِ لَمْ يَطُمِذْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَتَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْسُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَتُمِذْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ وَأَبْغَرٍ جِنْحِسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ مَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تِبَارَ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَابُدْ فَارْجِعِ الْبَصَرَ لَا تَرَى بِذَا فُطُورِ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَتَيْنِ يَا قَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِيًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زِيَنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمُصَابِيحَ وَاجْعِلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَاجْعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَقْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرٌ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمًا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أَمُّوا فِيهَا سَبْعُوا لَهَا شَيِّقًا وَهِيَتَفُورٌ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْسِ قُلْ لَمَا قُلْقِيَ فِيهَا فَغْجُومًا سَأَلَنَا خَزَنَتُهَا أَلَنْ يَأْتِكُ النَّذِيرُ قَالُوا بَلَا قُدْ جَاءَنَا نَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إن آتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحفا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأصغروا قولكم أفجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمعكم ما في السماء يحسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولا يروا إلى الطويل فوقهم صافاتهم ويقبر ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء مصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزبه أمن هذا الذي يرزقكم في عطوب ونفور أفمن يمشي مكببا على وجهه أهداء أمن يمشي سبيا على سراط مستقيم قل هو الذي أرشعكم واجعل لكم السمع والأبصار والأفئذ قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين قل إنما العلع عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما نأوز فتاسي أتأجه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلتني الله ومهم معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أديم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الرحمن الرحيم لم يليق ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمت لم يلق ولا يولد ولن يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمت لم يلق ولا يولد ولن يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شرق ما خلقه ومن شرق غاسق إذا وقبه ومن شرق النفاثات في المقد ومن شرق حاسد إذا حسدت بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شرق واسق سلف الناس الذي يوسبس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنا عمت عليهم غير المنظوب عليهم ولا الغالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنا عمت عليهم غير المنظوب عليهم ولا الغالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنا عمت عليهم غير المنظوب عليهم ولا الغالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمنتقين هدى للمنتقين الذين يؤمنون بالغيب ويطيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزلنا قبلك وبالآخرة ذهن يوطنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسجه السماوات والأرض ولا يؤد نوح حجهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب ذنبه الله فيغشر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل الآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نصا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نصينا أو أفتأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تغطى لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله عظيم يا الله ورحمان يا رحیم میں نے يا الله تعالى مجید کی سورة 80 سورة رحمان سورة ملک اور چاروں قلق کی تلابت کری ہے الحمد وشریف کی تلابت کری ہے سورة بقرہ کی تلابت کری ہے مولا جو غلطیاں خانیاں ہو گئی اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة